الانترنت عم يقطيش وأعطاله مش عم تتصلح الكهرباء والمي مقطوعة وإدارات الدولة مشلولة والسبب إنه الدولة ما معها مصاري؟ لا، السبب إنه إدارة البرلمان ووزارة المالية حاكمية البنك المركزي كلها بييد مرجعية وحدة نبيه بره وفريق عمله عم ينفذ خطة احتجاز الأموال العامة بمصري في لبنان وعم يوزع المصاري بحسب أولوياته أولاً دور وزارة المال بموازنة 2024 خصصت وزارة المال 427 مليون دولار لأحتياط الموازنة هيدا المبلغ مش محدد وين رح ينصرف وانتركت الحرية لوزير المال يصرفه متل ما بده بس معهم يصرفه لا على الإنترنت ولا على الكهرباء ما بتوقف صلتة وزارة المال هون توقيع وزير المال ضروري لا يمشي أي قرار فيه وصرف مصاري يعني تقريباً كل القرارات استخدم فريق حركة أملها الصلاحية لتحيق أهداف سياسية مثل عرقلة التحيقات بتفجير المرفأ وقضايا رياض سلامة ولتعطيل قرارات مثل التشكيلات القضائية والترقيات بقوى الأمن الداخلي تانياً إدارة المجلس النيابة بجلسات نقاش موازنة السنة فرضنا به بره بالجلسة منقشة الموازنة بالمقلوب عادةً بتقدر وزارة المال الإيرادات المتوقعة لكل سنة وعها الأساسي بنحط سقف الإنفاء لكل إدارة ومؤسسة عامة بالموازنة اللي بيقرر وبعدلها مجلس النواب اللي صار هو العكس بلش المجلس النيابة بتحديد سقف نفقات الموازنة بتقشف لأقصى حد ومن بعد انطلب من وزارة المال تعديل توقعاتها للإيرادات بشكل بيتساوى مع النفقات اللي وافق عليها المجلس بهالطريقة تحددت الواردات بشكل وهمي ومنخفض لتبريد التقشف بسقف النفقات وطالما وزارة المال بيقيد بري صار بيقدر يقرر عشوب ينصرف من احتياط الموازنة تالتا مصري في لبنان أما الحلقة الأخيرة فهي وسيم منصورة اللي لقيت الدولارات وهو اللي بيحدد لأي إدارة أو مؤسسة رسمية بيحول العمل الصعب لتغطية نفقاتها هيك بتكمل سيطرة فريق نبيه بري على ميليت الدولة ببركة مصرف الأعمال الناجح نجيب مئاته